هل جميع الاتحادات اللي جات كانت شغالة بشكل إيجابي؟ أكيد كل واحد شغال بشكل فيها حاجة إيجابية وحاجات سلبية عايزين نقول إن حتة أهل وزمالك دي من زمان فيه اختلافات أهل وزمالك لأ أنت قلت على حاجة دلوقتي إن الخلافات تعطل أهل وزمالك إن الاتحاد مع خصم يعني مع فرقة على فرقة أو مش هو مثلا فيه في حتة الفرقتين بس الفترة الأخيرة زادت طيب 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 مناسبتك بقى تتكلم فأنا دلوقتي يعني هي موجودة دي علاقتها إيه مثلا بمنتخب مصر يحضر جمهور أو ما يحضرش طيب جمهور منتخب مصر يحضرش ليه لأ ده بقى عند الجمهور مش عندنا إحنا نسأل ليه ليه الجمهور ما بيحضرش مهو أنت النهاردة لو بتتكلم على أهل وزمالك النهاردة مثلا فيه طرف بيكسب عن طرف مثلا طيب الطرف ده ليه لعيبة جو المرعب على الأقل هيجي شجع بدل ما هيجي مثلا خمسين ألف ولا عشر تلاف هيجي خمس تلاف الطرف ده ما بيروح إيه السبب هنا هو ده اللي إحنا عايزين نعرفه عشان كده ممكن يكون إحنا بنتكلم على حتة مثلا شجع مصر إن إحنا عايزين الجمهور تاني يبقى موجود هما كان عندهم أمل إن الجمهور يجي في مباراة تونس بالضبط صح صح فعشان كده هو لما لقى إن ما فيش جمهور في مباراة تونس لا كده الموضوع مختلف طب إيه السر إن الجمهور مايروحش وراء منتخب مصر منتخب مصر الفترة الأخيرة حتى مع فيتوريا ديني أعتقد مشي أفضل أطبعا يعني المفروض يكون الجمهور موجود جمهور أهلي أو زمالك أو إسماعيلي أو 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 هو المفروض يفصل العلاقة بين الأندية وبين منتخب مصر لأن الناس كلها بتشتغل عشان منتخب مصر أنت النهاردة تكلمت في موضوع كاس العالم كل الناس كان فيه تكاتف عشان توصل كاس العالم ليه؟ عشان ده منتخب مصر في الأول وفي الأخر فأنت عايز توصل كاس عالم فالنهاردة منتخب مصر لما بقى فيها تصنيف كويس أو يوصل لكاس عالم أو ياخد طولة أمم أفريقيا فضر برضو بيتحسب للكرة المصرية فالمفروض الجمهور طبيعي يروح وراء منتخب مصر مالوش علاقة بأهلي وزمالك وإسماعيلي وإنبي والتحاد والكلام ده يفصل مالوش علاقة بالمشاكل حتى لو هو حط دي سبب فهو لازم يبعد الموضوع ده لأن في الآخر كل الناس بتبقى حوالين بلد أنت حتى قلت في الأول إحنا عايزين كلنا التكاتف من أجل البلد يبقى ما فيش مشاكل يبقى فيه استقرار يبقى فيه وفيه فيه عشان إيه؟ عشان بلد إحنا بقى نحطها في حاجة مصغرة اللي هو عشان منتخب مصر اللي هو جزء من البلد تمام؟ يبقى إحنا المفروض ننسى الخلافات بتاعت الأندية كجمهور ويحضر للمنتخب وده طبيعي إنت بتقول السبب لا ما هو السبب ده ما هو ده ما نقول أنا أنا نفسي بصراحة مش شاف إن فيه أي سبب يخلي الجمهور ما يروح ما هو ده بص عشان كده نعمل أوليك كامل أين كان بقى التعليقات؟ أنا ما قلتش الناز بقى بالعكس ده أنا بقولك أنا مستغرب مش عارف ليه بعيد عن قصة الاتحاد وبعيد عن قصة أهلي وبعيد عن قصة زمالك بعيد عن قصة أي أنادي تمام؟ أنا بتكلم دي حاجة مختلفة تمام؟ لازم نبقى إحنا وراء منتخب مصر أي حاجة تخص مصر فإحنا لازم نبقى وراءة لأن في الأول وفي الآخر دي سمعتنا أنت فاهم؟ سوا بقى في الرياضة في السياسة في أي حاجة أيا كان عشان كده السؤال ده المفروض الجمهور ده اللي هو جاب عليه أنا أنا مستغرب مش لقى إيه لو تعاتبش على الجمهور بصراحة لا لا ما تعاتبش على الجمهور لا طبعا ليه 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 لا أحنا النهار ده أستنى بس سواني بس ما تعاتبش عليهم لأن أولا أقول لك طيب هو جمهور نادي الزمالك ده أنا قلت قبل كده لو لو الجمهور موجود في ماتش اللي هو أرتب سلور آه ما كانش الزمالك كسب أصلا والله لو المدرد كان فاضي حتى لو الزمالك كان إيه ما كانش هيكسب تمام فإحنا بنشيد بيه أول ما بيعمل حاجة إيجابية بنشيد بيه لأن إحنا قلنا الجمهور نمرة واحد فطبيعي لما ما يجيش وراء منتخب مصر من غير أسباب إحنا مش مقتنعين بيها يبقى لازم نقول الإجابة دي عند جمهور منتخب مصر ده مش عيب أنا مبعتبش عالجمهور أنا مش عايز أكسبون تقول لأ لأ يا جماعة لازم يبقى فيه تكاتف طبعا ده منتخب مصر في الأول وفي الآخر إنت داخل على بطولات بطولات فلازم يبقى فيه يعني حاجة إيجابية لأن المنتخب ده بالدفع بتاع الجمهور هو اللي بيوصل بيها صح فدي مهمة جدا